هل تشتكي من مشقة في العبادة أو تفتقد لذتها وأنت تؤديها فإليك إذن بعض ما يعينك على القيام بها ويشعرك بخفتها ولذتها وأول ذلك سؤال الله تعالى الإعانة والتيسير وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونظر العبد في نعم الله عليه في نفسه وأهله وماله يثمر المحبة ويدعو للشكر وكلما زادت محبة العبد لربه وكثر شكره شعر بلذة العبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما أشفقت عليه من طول قيامه بالليل أفلا أكون عبدا شكورا ومما يعين على العبادة وييسرها معرفة الله ومحبته ويتم ذلك بأمرين أحدهما النظر في آيات الله المقرؤة في القرآن والسنة فكلما أدمن العبد النظر فيهما مع التدبر والتفاهم امتلأ قلبه من حب الله ومعرفته والإقبال عليه فيزيد بذلك إيمانه ويقينه ويتيسر له القيام بالطاعة مهما بدت عليه شاقة والآخر النظر في آيات الله الكونية فالنظر فيها يزيد الإيمان واليقين وكلما تأمل العبد فيها امتلأ قلبه تعظيما وإجلالا لله تعالى قال قتادة رحمه الله في تفسير قوله سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون من تفكر في نفسه عرف أنما لينت مفاصله للعبادة ومن وسائل تيسير العبادة والشعور بلذتها ترك الذنوب والمعاصي فإنها حجاب بين العبد وربه وسبب من أسباب حرمان الرزق والخير قال رجل للحسن أعياني قيام الليل فقال قيدتك خطاياك ومما يعين على الطاعة وييسرها معرفة ما أعد الله لأهلها من الثواب الجزيل والأجر العظيم ومطالعة سير الصالحين والوقوف على عبادات المحبين وانظر في ذلك الترغيب والترهيب للمنذري والمتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للدمياطي وصفة الصفوة لابن الجوزي وسير أعلام النبلاء للذهابي ولابد مع ذلك كله من الاجتهاد والمثابرة والصبر قال محمد بن المنكدر كابت نفسي أربعين سنة حتى استقامت فمن اجتهد وكابت ذاق لذة العبادة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون